مشاهدين الآن إلى الإضراب الذي عمى النقب اليوم بعد أن عاودت جرفات إسرائيلية تجريف أراضي في قرية سعوى في النقب ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد داروشي ليطلعنا على مزيد من التفاصيل تفضل أحمد رويدة انتهت عمليات الحفر الإسرائيلية بعدما انتهى النهار من غير الواضح إن كانت ستعاود العودة الأسبوع المقبل عالة ما تكون عمليات الحفر أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء هناك حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تسوية محتملة نتيجة للمواجهات التي حدثت بتجميد هذه العمليات خلال الفترة المقبلة أو على الأقل حتى التوصل إلى تسوية تتعلق بكافة الأراضي الموجودة في النقب الآليات الحفر غادرت المنطقة قوات الشرطة الإسرائيلية ما زالت موجودة تغادر تدريجيا هناك حديث عن زيارة محتملة لوزير الرفاه الإسرائيلي إلى هذه المنطقة خلال الساعتين المقبلتين لكن بقابل هذا الاحتشاد الإسرائيلي هناك تجمهر واسع جدا للأهالي في هذه المنطقة الخطوات احتجاجية ستستمر خلال الفترة المقبلة غدا هناك تظاهر كبيرة مقررة في المنطقة هنا الخميس الذي يليه هناك تظاهر أيضا مقررة في منطقة مختلفة في النقب والخميس الذي يليه ستنتقل المظاهرات إلى مقر الحكومة الإسرائيلية في القدس الغربية عموما الأهالي يعتبرون أن ما حدث خلال الأيام الماضية هو محاولة لسلبهم أراضيهم أو ما تبقى منها نحن نتحدث عن عمليات سيطرة واسعة هذه الأراضي تمتد على أكثر من أربعين ألف دنم عمليات التجريف هذه تعني أن الحكومة الإسرائيلية لا تعترف بملكية أهالي النقب للأراضي وهي ملكية خاصة تحاول مصادرتها ومن ثم قلع الإنسان من أجل زرع الأشجار أشجار غير مثمرة لا يمكن الاستفادة منها بتعبير الأهالي في هذه المنطقة لذلك هناك غضب واسع لم ينتهي بتوقف الجرفات الإسرائيلية بل سيتصاعد خلال الأسابيع المقبلة حتى الوصول كما يكون الأهالي إلى تسوية شاملة لقضايا الأرض والمسكن في المقابر شكرا لك أحمد دروشي مرسلنا من النقب على هذه ترجمة نانسي قنقر